اطلق الانفصاليون المولون لروسيا صراح القاضي الاوكراني فيطالي رودينكو وهو موظف في محكمة الاستئناف بمدينة لوهانسك كان قد اعتقل بشكل غير قانوني وتعرض للتعذيب فيما يسمى بوزارة امن الدولة في لوهانسك ولمدة تسعة اشهر بحسب تقرير جهاز الامن الاوكراني وكان الانفصاليون في وقت سابق اطلقوا صراح المدونة الاوكرانية لودميلا سورجينكو التي تهمها الارهابيون بالتجسس لصالح الجيش الاوكراني وتعرضت للتعذيب ايضا هذا وطرحت اوكرانيا اسماء المعتقلين رودينكو وسورجينكو في قوائم تبادل الرهائن وفقا لاتفاقات مينسك وبدلت الحكومة الاوكرانية جهودا كبيرة من اجل افراج عنهم منذ لحظة اعتقالهم غير القانوني وجهت لي تهمة النظر في قضايا جنائية محددة مرتبطة بممارسات الانفصاليين ضد المواطنين الاوكرانيين فيما يسمى بجمهورية لوهانسك الشعبية قرار اتهامي جاء لانني كنت اؤدي واجب القضاء